ملغ التعاون الخليجي العسكري مرحلة متقدمة حيث حظي درع الجزيرة بنصيب وافر من الدعم المتواصل لتطوير قدراتها وتجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات يأتي ذلك من منطلق ما تؤكد عليه الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العمل العسكري المشترك التفاصيل مع الزميل يحيى العمري أهلا بكم تتشارك دول مجلس التعاون في العديد من القواسم الهامة وعلى رأسها المجال العسكري حيث وقعت الدول الأعضاء في المجلس عام 2000 بالمنامة على اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك هذه الاتفاقية باتت أكثر بكثير من كونها مجرد إطفاء طابع رسمي على التعاون العسكري الخليجي حيث تكفل هذا الاتفاق بردع التحديات الخارجية عبر التحول من مرحلة التعاون العسكري إلى مرحلة الدفاع الخليجي المشترك درع الجزيرة الذي يضم عشرات الآلاف من الجند المدربين وذو الكفاءة العالية كان قد صدر قرار إنشائه في عام 1981 ومن هذا التاريخ بدأت قصة نجاحه ففي عام 1993 أعلنت دول المجلس خططا للتكامل العسكري وتعزيز القوات المشتركة ثم في عام 1995 أقر المجلس الأعلى الدراسات المتعلقة بمشروع الاتصالات المؤمنة والخطوات الرامية إلى ربط القوات المسلحة بشبكة اتصالات المؤمنة وفي عام 1997 وفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تنفيذ مشروع منظومة حزام التعاون هذا المشروع يربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوية في القوات المسلحة مع بعضها البعض بدول المجلس وأما في عام 2006 تم تطوير القوات إلى قوات درع الجزيرة المشترك التي عززت بجهد بحري وجوي بهدف رفع كفاءتها القتالية وفي عام 2009 كانت هناك نقلة مهمة حيث تم إنشاء قوة تدخل السرية بما يكفل تنفيذ مهام التعزيز والإسناد للقوات المسلحة الوطنية في الدول العظام هذه الاتفاقية مهدت أيضا بظهور هياكل التعاون العسكري الكبرى ومن أهمها وضع رؤية استراتيجية دفاعية موحدة في عام 2009 إضافة لوجود قيادة عسكرية خليجية موحدة في عام 2012 كما مهدت الاتفاقية للدرع الصاروخية الخليجية هذه الدرع القادرة على إسقاط أي صاروخ باليستي يستهدف المدن والقواعد العسكرية ومنصاف النفط وخطوط الأنابيب في الدول الخليج هذه الدرع تتكون من أنظمة قواذف صاروخية ورادارات ومحطات مراقبة كالنظام باتريوت من الجيل الجديد باك ثريه ونظام ثاد عالي الارتفاع الاتفاقية غيرت من طبيعة العلاقات الخليجية الخليجية بشكل جذري من خلال تعزيزها الأمن والاستقرار عبر تعاون عسكري آخر في مجالات عدة فالتمارين والمناورات المشتركة البرية والبحرية والجوية وغيرها لم تتوقف منذ أن أجريت مناورة الفاتح وهي أول مناورة خليجية مشتركة في عام 1975 وكانت بين القوات السعودية والبحرينية هذه الاتفاقية الاستراتيجية مشاهدين أتت كقفزة في مجال توحيد الفكرة العسكرية الخليجي فبالتوازي مع ذلك عملت دول المجلس على التسليح النوعي لقواتها حيث احتوت معسكرات دول المجلس على أنواع عديدة من ناقدات الجند المصفحة بأحجام مختلفة قادرة على نقل أعداد كبيرة من الجند إضافة إلى أنواع الدبابات الحديثة ذات الكفاءة العسكرية المطلوبة لتنفيذ المهام المختلفة في مختلف المياد وكانت القوة الجوية الخليجية قد شهدت تطورا كميا ونوعيا ملحوظا حيث الأعداد والأنواع للطائرات المقاتلة في مطارات الخليج العسكرية هذا التسليح المتطور جاء مرافقا لقفزة مماثلة في مجال العمل على الأرض ووضع العقيدة العسكرية الخليجية الموحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر